ليس اتفاق ولي جنبلاط ونبيه بري غريباً أو جديداً، لكن مضمين اتفاق رجلين هذه المرة لافتة، لسيما أن جنبلاط الذي نعى قبل يومين إمكانية تصويته لمرشح حركة أمل سليمان فرنجي، قال من على منبر عين التيني إنه اتفق مع بري على أن لا يكون المرشح الرئاسي مرشح تحدٍ أعتقد هذا الشعار مرفوع مش من اليوم، الشعار رفع من أول لقاء لولي جنبلاط مع حزب الله بأول مرحلة بداية الحديث على الانتخابات لأنه فيه بتصور مقاربة مشتركة أن الوضع البلد لا يحتمل تحدي، لا يحتمل أن يحس أي فريق أنه هزم خاصةً أنه الأولوية يجب أن تكون للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة فتح لبنان على عمقه العربي والدولي سليمان فرنجي ليس مرشح تحدي ولم يعلم ترشيحي حتى اليوم، لكن للأسف البعض يحاول أن يضع توصيفات لبعض الأسماء وبعض المرشحين لكن موضوع اللقاء موضوع مختلف لا علاقة له بهذا الاسم أو ذاك، هو في إطار التواصل المباشر والبدء بمرحلة جديدة طبعاً لتكوين رؤى معين حول الاستحقاق في لقاء الحليفين العتيقين لم تطرح سلة أسماء، بل معايير ومواصفات، ولذلك يبقى ميشيل معوض مرشح جنبلاط، والسليمان فرنجي مرشح أمل مع وقف التنفيذ حتى أشعار آخر علماً أن المضامين الفعلية للقاء جنبلاط بري قد شطبت ثلاثة أسماء بموقف واحد أول هذه الأسماء هو سمير جعجع الذي طرح نفسه قبل الآخرين مرشح مواجهة ثاني الأسماء هو ميشيل معوض الذي لا يمكن أن يكون مقبولاً من حزب الله وتالياً أمل وهو الذي يدعو إلى تغيير ميزان القوى المفروض من حزب الله في وقت لا يرى فيه حزب الله أبعد من مرشح الولايات المتحدة لرئاسة لبنان ما يضعه في خانة مرشح جعجع للتحدي ثالث الأسماء ليس إلا سلمان فرنجي الذي جاهر جنبلاط قبل يومين على هامش مؤتمر الأونسكو بأنه لن يصوط له ناهيك عن رفض انتخابه المعلن سابقاً من القوات والتيار الوطني الحر ومن هنا تأتي أهمية تصريح جنبلاط عن اتفاق مع بري من عين التين بالذات عملياً باتت هذه الأسماء الثلاثة خارج المعادلة الرئاسية ما لم تبدل معادلة خارجية ما مواصفات أي منهم على ما تؤكد مصادر مطلعة مختصرة لقاء بري جنبلاط الأخير بحرق نهائي لبني صغرت وجعجع من دون إصدار النعي الرسمي لأن الأمور لم تنضج بعد ولأن الاتفاق لم يتم بحده الأدنى وهذا المشهد يعني أن دعوات الرئيس بري لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية ستستمر صورية وملءاً للفراغ إلى حين نضوج التسوية لكن هل تكون تسوية رئاسية أم تسوية تشمل تطبيق الطائف وإصلاحات النظام أيضاً؟ الصورة عند فريقاء الاشتراكي وأمل تقول بأولوية رئيس قادر على الحوار حول متشعبات النظام أعتقد أنه نحن بحاجة للرئيس البارحة قبل اليوم والطائف هو بصار طويل بده تطافر كل الجهود وبالممارسة مش بس بالكلام يعني وهذا ما فقدناه بالفترة السابقة لذلك أعتقد لا مناص عندنا إلا في الوقت الحاضر تطبيق الطائف وأي فريق وهذا شي طبيعي يكون عنده اقتراح أو توجه لتعديل ما بالطائف حيكون مفتوح أني قاش فيه المطلوب أي صيغة للوصول إلى تفاهم وتوافق حول شخصية الرئيس بمواصفات وطنية طبعاً من نسبة لنا بكتلة التنمية والتحرير هذه المواصفات وضعها دولة الرئيس نبي بري في نهاية آب في مارجان الصور وما زال عند رأيه وما زالت للكتلة مصرعة لأن التوافق هو أسرع السبل للوصول إلى رئاسة جمهورية حتى إشعار آخر إذن مراوحة ستستمر محلياً بانتظار متغير دولي لا تقف حدوده عند مؤتمر إونسكو الطائف ورسالة وحيدة وصلت من السفير السعودي عن موقف فرنسي لا يريد المسة بالطائف في غياب السفيرة الفرنسية ومن دون أي تعليق منها بعد المؤتمر ترجمة نانسي قنقر